إن أركان الوعي الديني أربعة إيه أركان الوعي الديني؟ عيش أصول في الفرائد وإيه اللي حاصل؟ والتزام بالحدود وإيه تالت؟ وامتناع عن الحرام وإيه؟ ورضا بالمسكوت يعني آه رضا يعني إيه؟ أتنعم بفضل الله وأقبل هدية الله وأعيش في فضل الله وفي كرم الله وعشان كده لازم نفهم إن أعظم المسلمين جرما إيه اللي حاصل؟ من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته يعني إيه اللي حاصل؟ إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء إيه اللي حاصل؟ لم يحرم فحرم لأجل مسألته يعني كان هو سبب التحريم فيها يعني راح سأل عن حاجة من قبيل التنطع وما أكثر الذين يتنطعون في حياتنا وعشان كده إحنا لابد إن إحنا نعرف إن المسكوت عنه ده بيأسس في الإنسان إن هو ينتبه إلى حاجة مهمة جدا إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أشياء لن نسأل عنها مش هنسأل عنها ولكن نعيش فيها في نعمة الله لكن أفضل أسأل 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 لغاية ما أوصل إليها إن هي حرام وهو ده اللي بتعمله بيعمله التدين والتنظيمات المتطرفة إن أنا أفضل أسأل لغاية ما أوصل إن ده حرام وهو كان في أصله حلانا يفضل يسألك 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 لغاية ما يوصل لمسألة إيه ما هو ممكن ده يؤدي إلى كذا يقول لك هو يبقى نسد الزريع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا على خلاف مراضي الله لأن أنت كده بترد هدية الله علي وبترد نعمة ربنا ولذلك لابد أن أنت تفهم إن في جرم اسمه جرم إيه التتبع والسؤال للوصول لتحريم ما أحلى الله إن أنت تفضل تسأل 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 لغاية ما أهو هو ده اللي موجود في حديث الرسول لله سلم إنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم يعني إيه كثرة سؤالهم الذي به حرم عليهم أشياء لم تحرم فخالفوها فوقعوا في الحرام فهلكوا ولذلك إيه اللي حاصل لابد نحن ننتبه إلى هذا الوعي بالمربع ده مربع ماذا؟ الأخذ بأصول الدين وماذا؟ والتزام حدود الله والامتناع عما حرم الله وقبول هدية الله سبحانه وتعالى إيبا إحنا نعمل إيه بقى؟ إيبا بدل ما إحنا ننشغل بأسئلة ليست من واجباتنا وليست مما ننشغل به لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ ننشغل بما يعنينا إيه اللي يعنينا بقى؟ يعنينا أن نحسنا وأن نجمل الحياة بمراد الله كل واحد فينا بيتقن شيء يعيشه مع الله سبحانه وتعالى يعيش خمس حاجات في اللي بيتقنه ده يعيش إنه مدد من الله يعيش إنه هو هدية من الله يعيش إنه هو مستمر مستمر عطاء مستمر من الله يعيش إنه الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها دي ده باب من أبواب الإقبال على الله والقرب من الله خامس حاجة إنه يعيش إن الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يتقنها دي نوع من أنواع جذب الله جذب الله سبحانه وتعالى له لما يعيش بالخمسة دولة يعيش مع الله وقلبه يتنور ويتلذز بما يعنيه ويطلق ما لا يعنيه احنا عندنا الابحاس بتقول لنا ان احنا بنعيش 96% في حياة الناس وبنعيش في حياتنا احنا بس 4% خلينا ننشغل بما يعنينا وبما اقامنا الله فيه ونترك ما لا يعنينا لكي نعيش في معية الله ونعيش في حضرة الله ونعيش في كرم الله اللهم اكرمنا لنكون من اهل الرشاد ومن اهل الوعي ومن اهل اقبال عليك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين